نحن معنا طبعا النقل الكبير كابتن جمال الزهيري برضو حيقول رأيه بس قبل ما نبدأ مع كابتن جمال الزهيري خليني بعد سؤال ده بعد ما نرجع لكابتن كابتن علامة يووب طبعا بقول ان هو مش انا اللي بقول يعني التاريخ بيشهد له بان هو احد افراد الجيل الزهبي للنادي الاهلي اللي هو في التمانينات ونجح خلال الفترة مشوار طويل يعني مع النادي الالف ان هو يشارك في العديد من البطولات ويحرز بطولات دوري وكاس وافريقيا ويعني سجل كبير جدا جدا لعلاء ميهوب ويمكن لو برضو هنفتكر اهم انجازاته ان هو اهم المواقف بتاعته في كرة القدم الهدف اللي هو احرازه في مرمى النادي المصري في كاس مصر النهائي ع سنة 84 وايضا في مباراة استطاع فيها النادي الالي ان هو يحصل على بطولة الدوري اه امام الزمالك في ختام البطولة تمانية وتمانين اه تسعة وتمانين وهو الاحراز الهدف الوحيد للالف هذه المباراة اه كابتن علاء اه مشواره متواصل داخل النادي الالي لم ينقطع اه اه يعني يعني ما فيش فترة هو توقف فيه عن اه العمل في مجال كرة القدم وطبعا كان طبيعي جدا انه اه ادارة الكرة او ادارة النادي الالي ترى فيه دائما اه انصر مفيد جدا للاستفادة من خبراته في اه كرة القدم اه لمصلحة طبعا النادي الالي اه المواقف برضو مع كابتن علاء ميهوب اه كتيرة جدا و اه يعني من كترها برضو انا مش عادر افتكر بالزبط موقف بالتحديد انما كنا دائمين في التعامل مع بعض اه باعتبار انه اه انا كنت في الفترة دي كنا في الاعلام اللي بيغطي النادي الالي على طول اه او اعلام النادي الالي نفسه في المجلة و قبل ما يبقى فيه قناة بقى وكده وكان على طول العلاقة مستمرة بعد كل المباريات تقريبا كنا بنلتقي بالعيبة النادي الاهلي وفى مقدمتهم طبعا كابتن علاء ميهوب بناخد اراءهم ونتعامل في هذا الامر يعني اراءهم الفنية تعليق ايه على كلام الكابتن يبالي الزهيري منقيدنا الرياضة يعني كلام كويس زي ما بقول لحضرتك موضوع السوشال ميديا بالنسبة لي ما كانش قوي لكن دائما كان فيه تواصل بينه بينه عطول